بالموازل إيراك في ميدو كان مدرب لا ميدو من الناس اللي أنا رأيي مش هتغير فيهم ميدو عالميا أنا ما تمرنتش معي بس يا كريم ما شفتش لعيب كرة تمرن مع ميدو وحد قالك عليه ممكن الظروف ما خدمتوش في الفرقة بس ما فيش حد تمره معاه وغير مشكر فيه ليه بقى بتقول كده لا أصلا أنا تمرنت مع ميدو في ناس كتير تقول لك يا أصلا ميدو محلل شاطر ميدو ومزيع شاطر بس المدرب مش شاطر فا دلوقتي أنا أحب بس على اللعيبة ليه؟ اللعيب أكتر واحد يقرأ في المدرب كويس ولا هقولك ليه أنا مش بحب النفاق لو كابتن أحمد حسام ميدو ما كانش شاطر أو راجب على الأمر مش هتعلق مدرب كويس ويستهل اللي الواحد يتكلم عليه مش هتكلم لإن أنا الحمد لله أنا مرت بتجرب كتير قوي بقولك من 96 ونا في النادي الأهلي مر علي أساطير في النادي الأهلي كابتن علاء مايهوب كابتن محمد عبدالعظيم ناس كتير قوي كابتن حسام البدري بالمناسبة كان معنا تحت كابتن بدر راجب طبعا ناس كتير قوي كابتن أسامة عرابي كابتن محمود ناس كتير 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 ومستر كروفر يعني عندي الحمد لله عندي من الخبرة اللي أنا أقدر تعلمت الصح فأقدر أقيم المدرب ده كويس ولا لأ فلا ميدو بروفيشنال بطريقة غير طبيعية يعني من المدربين اللي هي بجدة كريم اللي انت بتبقى رايح التمرين وانت فرحان انت تخيل كريم ميدو من الناس اللي عملت لنا فترة إعداد بالكورة يعني مش فترة إعداد يا شكري انت فاهم كلامك مش فترة إعداد إجري لا شرح أكما للناس آه يعني تجري بلأ فترة إعداد أنا كنت حاسس اللي أنا متواجد في أوروبا ونا مع ميدو العلم بيفرق يا كابتن كريم معلش يعني ميدو لعب في أندية العالم كلها لما يجي يقول لك معلومة لو أنت لعب يا كريم وانت مغمض هتأخذها وتكتنع بيها ميدو تحطوا في الترتيب الكام من المدربين اللي دربوك لا أحطوا من أوائل الناس بصراحة لأن ميدو ممكن بص بص أقول لك على حاجة كريم ميدو من الناس اللي هي المفروض لما يجي يروح يمسك نادي المفروض ميدو دوت يبقى راجل يا جماعة أنا سبوني خمس ست سنين زي في الدورة الإنجليزي كده لما بيسيبوا المدربين شوف ميدو بقى هل ميدو هيعمل لك فرقة وهينجح ويحقق لك بطولات أنا بص أبصم بالعشرة اللي ميدو يعمل كده موالو هيعمل كده الناس هتشتغل ازاي يادم اشتهم وجهة نظري يعني الناس هنا أنا فاهم أصدق بس يا كريم هل يعقل اللي كل مدرب يمشي من نادي يمسك نادي أو أنا مثلا أنا دلوقتي مثلا كمدرب بتعامل بالقطعة بالمطش دوت أنا لو اتغلبت مطشين وراء بعد خلاص أنا لا أصلح أجل معاما تسيبوني ما هي الكرة بص يا كريم مبني على التوفيق ممكن أبقى أعمل مطش جمد قوي بس ربنا مش موفقني خلاص هي النتيجة مكتوبة فوق احنا بنسعى ونجتهد انت مدي تقيم مدرب تقيمه على شغله في التدريبات على شغله في المباريات أو على الخطة اللي هو حطيتها أنا بجيبك سنة أو سنتين مثلا يعني انت بتشوف الناس قاعدة بره بالخمستاشر سنة